أهلا وسهلا بكم مجددا عزائي المشاهدين في الحلقة السابع عشر من برنامج اصنع نجاحك بنفسك واليوم حلقة هذه المهمة جدا وكثير توجهوا لي بهذا السؤال هل الشخص الناجح هو عبقري ويتميز عن الناس العاديين خلينا نعرف إجابة هذا السؤال إن شاء الله بعد هذا الفاصل ولكن بحب أذكركم أنه لازم تشترك في هذه القناة وتضغط على زر الجرس ليس لك اللي جديد من البرامج والكرسات اللي أهل مرفعي إخواني على فاضل وخلينا نشوف إجابة هذا السؤال بعد هذا الفاصل وخلينا أحكي لك عن نتاج دراسة أجرت خلال أدة عوام على مجموعة من الأشخاص حيث وجزت هذه الدراسة إخواني على فاضل أنه الأشخاص اللعباء يقرأهم وناس عاديين ولكن هم استخدموا ذكائهم الخاص بهم بشكل من متفوق أكثر من غيرهم مقارنة بالأشخاص الذوية الذكاء المتوسط أو الذكاء الأكثر يعني حدة يعني الخلاصة إخواني على فاضل أنهم هذول الأشخاص عاديين العباقرة ولكن هم الذكاء الموجود لديهم سواء كمتوسط أو عالي استخدموه بشكل يثمر لهم ويحقق أهدافهم يعني إذا أنت فكرت مثل ما يفكر هؤلاء الناس فأنت من المحتمل أن تكون شخصا عبقريا وخلينا أحدثك أخي الفاضل عن بعض الصفات بتميز هؤلاء الناس أو هؤلاء من العباقرة أول شيء أخواني على فاضل هذول الناس لهم صفات محددة دائما أنهم مرنين يكونوا يعني دائما مرنين دائما متغيرين دائما أخواني على فاضل يعني بيحبوا يسألوا الأسئلة ويكثروا من هذه الأسئلة دائما بنقبوا بيكتشفوا عن الإجابات المحتملة ويدرسون يعني الإحتمالات والحلول المختلفة دائما بيكون لهم أكثر من طريقة وأكثر من تصور هم دائما حللين للمشاكل يعني بيحرصوا كمان أيضا يتلاء مداما يعملوا أدابتيشن عالي مع الوضع المتغير يعني عقولهم دائما متفتحة ومرنة ومقبلة على الجديد من الأمور خلينا أذكر معك أخي الفاضل المنهجية اللي هم بتعامل معها مع المشكلات وحاول أنه أنت تستفيد منها وتأكسها على حتك أخي الفاضل أول شيء أخواني الفاضل هم دائما بيسألوا ما هي المشكلة بعد ذلك طب لماذا حدثت هذه المشكلة وكيف وقعت ولماذا وقعت وشو الأثار أو الأسباب اللي خلت هذه المشكلة تقع أخواني الأفاضل ودائما بيدرسوا هذه المشكلة كيف أنه ممكن تنحل ما هي الحلول يعني يضعوا أكثر من حل لهذه المشكلة ما بيكتفوا بحل واحد أخواني الأفاضل يعني يضعوا أكثر من حل وبيدرسوا مجموعة الاحتمالات والحلول الوردة وثم يختاروا الحل الأنسب ويعملوا على تنفيذه ويراقبوا التنفيذ ويشوفوا أثار هذا التنفيذ يعني منهجية رائعة لحل المشاكل أخواني الأفاضل أرجو أن تستفيد منها وأنه أنت تترجمها في حياتك أخي الفاضل خلينا أعطيك معلومة بسيطة إخواني لازم أنت دايما تصيغ المشكلة على شكل سؤال إحنا حكينا أيضا في منهجات حلول مشكلة في فيديوهات السابقة أنه أنت لازم تصيغ دايما مشكلة على شكل سؤال يعني تضع وتكتب في ورقة بيضاء فور يعني خالية وما يكون إلا سؤال أخي الفاضل وحاول أنه أنت تقترح هذه الحلول تحت هذا السؤال في صفحة البيضاء أنه هذه بتطور من قدرتك العقلية والإبداعية أيضا بتفتح الخلايا الدماغية بتحثها على التفكير وبتثير من هذا العقل الساكن والعضلة أنت هيك بتمرن عضلتك أخي الفاضل أيضا بتجعلك أنه أنت دايما تنمو بالقدرة التفكيرية الخاصة بهذه العقل وبالتالي أنه التوصل للحل الأنسب يعني أخي الفاضل أنت هيك بتنشط عقلك بشكل عام وبتثيره بتدفعه إلى التفكير في هذه المشكلة وإيجاد هذا الحل لما أنت تحل هذه المشكلة وتصيقها على شكل سؤال رئيسي وخلينا أنصحك نصيحة مهمة جدا أخي الفاضل في هذه الحلقة أنه أنت عندما تتطرق للحل وتقفز إلى الحلول بشكل فوري احذر أن تنفذ هذه الحلول هذا يسمي القفز إلى الاستنتاجات يعني ما أن يتبادر إليك حل أخي الفاضل أو إلى ذهنك فمباشرة أنت بتنفذ هذا الحل ولا تدرك الآثار المترتبة على هذا الحل اللي أنت أخذت بشكل فوري إذن احذر من اتخاذ الحلول العاجلة وفكر دائما في الحلول المختلفة وتأمل وتأنى فيها أخي الفاضل قبل ما تحولها إلى واقع عملي وخلينا أحكي لك أيضا هذه بنسميها الطريقة الميكانيكية للتفكير ما تستخدم الطريقة الميكانيكية حاول أنه أنت تستخدم الطريقة المتكيفة اللي عقلك دائما بتتفتح فيها وبفكر في عدة احتمالات بيروس هذه الاحتمالات وبيختار الاحتمال الأفضل وخلينا أحكي لك كلما كانت هناك احتمالات أكبر وأكثر لحل المشكلة كلما توصلت للحل الأنسب بتمنى لكم أنت إن شاء الله حياة خالية من المشاكل وبتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة لو عجبتك هذه الحلقة تدعمنا بلايك أو شير وماتلس تشارك في هذه القناة وبحكي لك في نهاية هذه الحلقة صوما مقبولا إن شاء الله ورمضان كريم علينا وعليكم وألقاكم في الحلقة غدا بإذن الله تعالى